موسيقى احرث وازرع أرض بلادك بكرة تم ترخر لبلادك كابد واسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها جاهد والسهر تغرس فيها زرعك يثمر قذ وعطيها كلمنا عن زراعة أسطح المنازل والزراعة المائي السمكي وغيرها رح نتحدث اليوم في ختام سلسلة الزراعة المائي عن الفرق بين الزراعة المائي والزراعة الحقلي وعن جدوى الزراعة المائي كوجه مقارنة مع الزراعة الحقلي وللحديث عن هالموضوع سيكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور رضا دريعي أستاذ مساعد في كلية الهندسة الزراعية في جامعة إدلب ومختص في علوم البستنة الزراعي مرحبا بكم دكتور رضا تحياتي لك أستاذ إياد ولجميع مستمعي راديو الثورة دكتور رضا تحدثنا في الحلقة الماضي وفي هذه السلسلة عن الزراعة المائي واتطرقنا إلى معظم جوانب وأهميته وفوائده والمحالي المغذي وطرق تحضيره تفاصيل كتير دعنا نختم هذه السلسلة كمقارنة بين الزراعة المائي والزراعة الحقلي وما هي الجدوى التي يمكن أن تحققها الزراعة المائي كوجه مقارنة مع الزراعة الحقلي نعم أستاذ إياد هناك العديد من الفوارق بين الزراعة المائية والزراعة الحقلي والتي تجعل من الزراعة المائية تقنية مهمة جدا خاصة في ظروفنا الحالية من قلة مصادر مياه زيادة تعداد سكان وزيادة الحاجة والطلب على الغذاء وما إلى ذلك ويمكن التركيز على أهم الفروقات وممكن أن نبدأ باستهلاك الماء بالماء كتركيب أساسي يجب أن يتوفر للنبات سواء في الحقلي أو الزراع المائي شو وجه المقارنة بين الماء بالنسبة للطريقتين من الزراعة؟ نعم أستاذ إياد بالنسبة للزراعة في التربي هناك فقد كبير في الماء في التربي بسبب الرشح التبخر لدينا الترب الرملية يفقد فيها الماء بشكل سريع لدينا الترب الطينية فيها مشاكل غدق سوء صرف وتهوي وما إلى ذلك بالنسبة للزراعة المائية أو الزراعة بدون تربي هناك توفير كبير في استخدام المياه يصل إلى 75% وقد يصل إلى 90% حيث لا يوجد هنا فقد للماء نتيجة الرشح أو التبخر استخدام المحلول المغذي أيضا يتم لعدة أسابيع في حال الحاجة لتبديل المحلول المغذي يمكننا أن نستفيد من المحلول القديم في رأي أشجار الفواكه تمام دكتور حضرتك تكلمت عن الماء أنه بيصير فقد بالنسبة للزراعة الحقلي والتربي دكتور لو حكينا عن التسميد وهو أهم مسألة بالنسبة للزراعة المائية وبيتم إضافته بتراكيز مهمية شو وجه المقارنة؟ نعم بالنسبة لعملية التسميد في الزراعات الحقلية أو زراعة في التربي تضاف الأسمي دي بطريقة النثر اليدوي أو الآلي وهنا نستخدم كميات كبيرة ويتم توزيعها بشكل غير متجانس عند إضافتها ونثرها في التربي أو في الحقل ويكون لدينا هدر كبير بينما في الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربي تضاف الأسمي دي وفق حاجة النبات فقط ولدينا أيضا مسئلة تجانس توزيع السماد ضمن المحلول المغذي وبالتالي لدينا توفير كبير في الكمية الأسمدة أو الأسمدة الإجمالية المضافة في الزراعة المائية إذن لدينا هدر كبير في حالة الزراعة في التربي ولدينا توفير كبير بالمقارنة مع الزراعة في التربي وذلك باستخدام تقنية الزراعة المائية تمام دكتور دكتور توفير بالنسبة للزراعة المائية من خلال أنه نحن عم نحضر المحلول فبالتالي عم نضبط النسب مثل ما قلت فبالتالي التوفير واضح والهدر بيكون كتير بالنسبة للزراعة الحقلي أو بالنسبة للعناصر الغذائية دكتور بالنسبة للعناصر الغذائية تكلمنا عن التسميد بشكل عام ممكن بالنسبة للعناصر الغذائية السمادية هناك مشاكل في الفقد في الرشح في الانغسال من التربي في تثبيتها في التربي أيضا وعدم إتاحتها في النبات أيضا لدينا مشاكل في تباين التربي من حيث توفر العناصر الغذائية وحموضة التربي وخواصها الفيزيائية والكيميائية وما إلى ذلك وبالتالي ينجم عن ذلك تباين في نمو النباتات وإنتاجيتها من مكان لآخر ضمنها حتى ممكن أن يكون في نفس الحقل تماما في نفس الحقل تختلف التربي في مكوناتها وبالتالي ينعكس ذلك على نمو النباتات بالنسبة للزراعة المائية لا توجد مشاكل فقد أو تثبيت للعناصر الغذائية وأيضا لدينا مسئلة تجانس المحلول المغذي بمعنى أن كامل محلول المغذي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات وبشكل متجانس بنفس التجانس وبنفس الكميات فبالتالي يكون النمو موحد لكافة النبات على كافة مراحل النمو بالضبط أستاذيات تتوفر لدينا العناصر الغذائية بصورة مثالية مع إمكانية ضبط أيضا الحموضة في المحلول المغذي وتركيز العناصر الغذائية أيضا في المحلول المغذي وبالتالي ينتج عن ذلك أن النمو في النهاية لدينا يكون متجانس بمعنى النباتات تنمو بشكل متجانس وإنتاجيتها تكون متجانسة بسبب قلنا تجانس المحلول المغذي توفر العناصر الغذائية ضمنه بشكل متجانس وبشكل مناسب وفق حاجة النبات بالقدر الذي يحتاجه النبات دكتور بالنسبة لبعض المشاكل التي تعترضنا والتي هي مشاكل التربي من قوام وتجانس ونفاذي ومسامي شو وجه المقارنة بالنسبة له المسألة؟ على اعتبار في الحقل في التربي وبالزراع المائي لا يوجد تربي أو الزراعة بدون تربي نعم في الزراعة بالتربي توجد لدينا الكثير من المشاكل المتعلقة بالقوام التجانس النفاذي المسامي وما إلى ذلك بينما في الزراعة المائي لا توجد هذه المشاكل طبعا هذا الأمر ينعكس على وجود الماء الاحتفاظ بالماء تبخر الماء نمو الجذور والمجموع الجذري في الترب يكون مختلف بشكل كبير على اختلاف نوع التربي كمان تماما يختلف من تربي إلى أخرى والمشاكل أيضا في الترب والقوام والتجانس والنفاذي وما إلى ذلك تختلف قلنا الترب الرملية تكون قليلة الاحتفاظ بالماء والترب الطينية تكون غدقة ونفاذيتها للماء تكون ضعيفة وما إلى ذلك هذه المشاكل جميعها غير موجودة في الزراعة المائية دكتور بالنسبة للمسألة تجهيز التربي لو حكينا عن مسألة تجهيز التربي بالنسبة للزراعة الحقلية أو زراعة في التربي تحتاج كما نعلم قبل عملية الزراعة أو قبل القيام بعملية زراعة النباتات إلى إعداد وتجهيز التربي للزراعة حراسي، تسوي، تنعيم، عمليات عزيق إلى آخره في الزراعات في التربي لكن في الزراعات المحمية نحتاج إلى عملية تعقيم البيت المحمي، تعقيم تربة المحمي بسبب انتشار الآفات المرضية التي قد تستوطن في هذا البيت المحمي كل ذلك يتطلب وقت، يتطلب جهد، يتطلب تكاليف هذا الأمر في حال الزراعة في التربي أما في حال الزراعة المائية فلا نحتاج لإعداد أو تجهيز التربي ممكن أن نقوم بتعقيم بسيط للتجهيزات اللازمة إن كانت مستخدمة مسبقا عموما نستخدم معظم التجهيزات بشكل قلنا موسم واحد وفي حال استخدامها لأكثر من موسم نقوم بعملية تعقيم بسيط وبالتالي الجهد المبذول والوقت والتكاليف تكون جميعها بسيطة دكتور بالنسبة لمسافات الزراعة وهذه مسألة مهمة اللي حكينا عنها يمكن بالحلقات السابقة أنه مسألة الزراعة العمودية كوجه مقارني تعتبر مسألة هامة بالزراعة المائية عن الزراعة الحقلية نعم أستاذ إياد بالنسبة لمسافات الزراعة في حال الزراعة الحقلية كما نعلم أن الزراعات والنباتات تكون متباعدة أو تزرع على مسافات متباعدة بحيث يمكن للجزور أن تحصل على حاجتها من العناصر الغذائية الموجودة في التربي أما في الزراعة المائية فإننا نقوم بزراعة النباتات بشكل مكثف نتيجة توفر العناصر الغذائية بشكل كافي ضمن المحلول المغني ولا حاجة لانتشار الجذور بشكل أفقي للبحث عن العناصر الغذائية والمعدنية وما إلى ذلك طبعا الأمر المهم في حال تكثيف الزراعة في تقنية الزراعة المائية هو الانتباه لموضوع الضوء وتوفر الضوء بشكل كافي للنباتات وهو شرط أساسي تماما بحيث أنا يعني يمكن أن أقارب بين النباتات لكن أضمن وصول الضوء إلى جميع النباتات كما ذكرت أستاذ إياد أيضا في تقنية الزراعة المائية يمكنني استغلال المساحة العمودي نعم زراعة عدة طبقات بشكل هرمي بشكل عمودي وما إلى ذلك ركزنا على المسألة في الحلقات السابقة نعم دكتور بالنسبة للظروف البيئية بالنسبة للظروف البيئية في الزراعة الحقلية أو في التربي لا يمكن التحكم بها لأنها هي تتحكم فيها تماما يعني الظروف هي من يتحكم بنا وليس العكس الظروف البيئية تكون عادة غير مناسبة أو قد تكون مناسبة لكن بالعموم ممكن أن تكون غير مناسبة تؤدي لحدوث صدمة للنباتات أثناء زراعتها تؤثر على النمو تؤثر على الإنتاجي مثلا النباتات التي تنمو في الحقل خلال الموسم ممكن تتعرض بموجات جفاف موجات سقيع موجات حرارة إلى آخرية تؤثر على النمو في حال الزراعة المائية المحمية نحن من نتحكم بالظروف إن كانت الظروف البيئية المحيطة بالمجموع الخضري أو حتى الظروف تكون محيطة بالمجموع الجزري وهي ظروف المحلول المغذي ونؤمن جميع الظروف بحيث تكون مناسبة أو حتى مثالية لنمو هذه النباتات وهذا العامل له تأثير كبير في نمو النباتات وإنتاجيتها دكتور التهوي بالنسبة للتهوي مسألة التهوي كمان منحسن أن نتحكم فيها بالنسبة للزراعة المائية كمقارنة بالزراعة بالنسبة للتربي شبيهة يعني بالزروف البيئية بالنسبة للتربي تعتمد التهوي قلنا على قوام التربي كل ما كان التربي أكثر تراصا تكون تهويتها ومساميتها أقل الترب الرملية بتكون تهويتها عالي لكن فيها مشكلة الاحتفاظ بالماء بتكون قليلة بالنسبة للتربي يمكن أن نقوم بتحسين التهوي من خلال إضافة المادة العضوية خاصة بالنسبة للتراب الخفيفة أما التراب الثقيلة أيضا نضيف لها المادة العضوية ونقوم بعمليات العزيق بشكل متكرر في الزراعة المائية عموماً تهوي قلنا قد تكون هناك بعض المشاكل لكن عموماً تهوي جيدة ممكن أن نقوم بتحسينها بإضافة مضخة هواء ضمن المحلول المغزي يضخ المادة الأكسجين واستخدام تماماً لتؤمن الأكسجين الذواب في الماء وتأمينه لجذور النبات أيضاً ممكن استخدام قلنا الأوساط البديلة عن التربي أيضاً تؤمن الأكسجين بشكل مناسب نعم دكتور بالنسبة لما سألت الأعشاب وآفات التربي بالنسبة للأعشاب بالزراعة الحقلية هي عبارة عن مشكلة كبيرة بالنسبة للنباتات تنافس النباتات تحتاج إلى عملية متابعة مكافحة مستمرة إلى آخرية بالنسبة للزراعة المائية هذا الأمر غير موجود بالمطلق يعني لا توجد لدي أعشاب تنتشر في الزراعات المائية نعم والآفات التربي دكتور آفات التربي عموماً تنتشر في الزراعة الحقلية بشكل كبير وخاصة في الزراعات المحمية التي تستخدم التربي كوسط زراعي تنتشر لدينا الفطريات، النماتودة، الحشرات وهنا أحتاج إلى دورات زراعية وتبديل المحصول وما إلى ذلك بالنسبة للزراعة المائية لا توجد لدينا آفات في التربي ولا نحتاج لتطبيق الدورة الزراعية يمكننا أن نزرع نفس المحصول بشكل دائم حتى عدة مواسم في ألعام الواحد قمنا بإنشاء الزراع المائية أو زرعنا بالحقل من أجل الوصول إلى الثمر سواء من أجل الغذاء أو الاستفادة كقيم غذائي دكتور رضم أن ننوح مسألة نوعية ثمار وكوجه مقارنة بين الزراع الحقلي والزراع المائي نعم بالنسبة لنوعية الثمار في الزراع الحقلي عادة أن تكون متوسطة إلى منخفضة الأسباب كثيرة منها إصابات مرضية تشوهات الثمار نتيجة الظروف البيئية المحيطة فيها نقص العناصر تخزين عادة يكون نتيجة جودتها منخفضة هذه الثمار تخزينها يكون لفترات قصيرة وهذا الأمر طبعا ينعكس على الجانب المادي وعلى المردود الذي يمكن أن تحققه هذه النوعية من الثمار بالنسبة للزراعة المائية تكون النوعية جيدة السمار عادة تكون صلبي منتظمة الشكل لا توجد فيها تشوهات نتيجة تأمين الظروف المثالية لنموها أيضا لا تلامس التربي بالأساس أنا ما عندي تربي لا تنتقل لها الآفات والأمراض من خلال التربي وما إلى ذلك عملية تخزينها ممكن تتم لفترة طويلة وبالتالي أنا عندما أتحكم بإمكانية التخزين أتحكم بموعد التسويق طبعا هذا الأمر ينعكس كما ذكرنا على الجانب أو على المردودة دكتور الإنتاجي ممكن أن نقول هي أهم نقطة في المقارنة ما بين الزراعة المائية والزراعة الحقلية بالنسبة للزراعة الحقلية في التربي هناك تأخر في النضج عدم تجانس المنتج نتيجة أن الظروف هي من يتحكم في نمو النباتات وبالتالي لدينا قلنا تأخر في النضج وعدم تجانس في الننتج والإنتاجي منخفضة عموما بالنسبة للزراعة المائية نتحكم بالظروف وبالتالي نبكر في النضج في نضج المحاصيل المنتج يكون متجانس بشكل كامل والثمار الإنتاجية تكون أيضا مرتفعة في الزراعة المائية بالمقارنة مع الزراعة الحقلية ممكن تكون خمس أضعاف إلى تصل عشر أضعاف في المنشآت التجارية المخصصة للزراعة المائية دكتور رضا بكلمة مختصرة شو بتوجه للمستمعين تحفيزك على الزراعة المائية؟ أستاذ إياد بالنسبة لتقنية الزراعة المائية أنا أنصح الجميع بتجريب هذه التقنية هذه تقنية حديثة لكنها تقنية واعدة ممكن أن نقول أنها حلول ممتازة في ظروفنا الحالية ذكرنا التعداد السكاني الكبير المساحات الزراعية الضيقة استغلال المساحات المدنية أسطح المباني أسطح المؤسسات الشروفات المنازل وما إلى ذلك أستطيع أن أطبق تقنية الزراعة المائية بأقل التكاليف ممكن أن أستعمل بعض التجهيزات الموجودة في المنزل مع التأمين المحالي المغذي طبعا الدكتور رضى له كتاب عن الزراعة المائية واللي هو ألف الدكتور وصر له تقريبا دكتور كيمسيني على هذا الكتاب اللي تم تأليفه شكرا لك أستاذ إياد على التنويه لهذا الموضوع بالنسبة لكتاب الزراعة المائية بدأت بتأليفه من حوالي تقريبا أربع سنوات هو في المراحل الأخيرة إن شاء الله ليكون جاهز خلال أشهر قليلي في هذا الكتاب تحدثت بشكل مفصل عن كل ما يستلزم الزراعة المائية هذا الكتاب مقسم إلى ست أجزاء الجزء الأول هو عبارة عن مقدم عامي تعريف بالتقنية وحديث عن هذه التقنية منذ بداية اكتشافها حتى استخدامها التقني العملي في أيامنا الحالية الفصل الثاني مخصص للحديث عن مبادئ فيزيولوجيا التغذية المعدنية أهمية العناصر بالنسبة للنبات اخصاصا العناصر حاجة النبات لها إلى آخره في الفصل الثالث تحدثت عن الأنظمة المختلفة للزراعة بدون تربيه والتي تحدثنا عنها بشكل مختصر في الحلقات الماضية في الجزء الرابع تحدثت عن الأوساط الزراعية جميع الأوساط الزراعية التي يمكن أن نستخدمها في الزراعات المائية وفي الجزء الخامس تحدثت عن المحاليل الغذائية وكيفية تحضيرها وتجهيزها وفي الفصل السادس كان هناك بعض الملحقات التي تكمل الأمور التي يحتاجها القارئ نعم كان حديثنا اليوم هو عن تطبيقات الزراع المائية وكيفية الاستفادة منها واستثمارها شكرا لك الدكتور رضا جزيل الشكر على هذه المعلومات لهذه السلسلة من بحث الزراع المائية شكرا لك أستاذ إياد وشكر لجميع مستمعي ومتابعي راديو الثورة والشكر موصول لكم مستمعين الكرام ولحسن استماعكم أينما كنتم على أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم برعاية الله وحفظه وأمانه أحرث وزرع أرض بلادك بكرات ترخر لبلادك كابد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم